السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية عشر اليوم إن شاء الله راح نبدأ في درس الحركة في بعدين أخذنا الحركة في بعد واحد اليوم ننأخذ الحركة في بعدين ليش سميه عندي حركة في بعدين لأن اليوم راح نحكي عن المقذوفات لما نقذف جسم عندي بينطلق بسرعة ابتدائية وبيكون عندي زاوية بعدين بيرجعا لنفس المستوى الأفقي بس في بعدين يعني من إلى شو معنى المقذوفات حركة الجسم في مجال الجاذبية الأرضية عندما يقضح الجسم بسرعة ابتدائية هاي عندي هون الجسم بسرعة ابتدائية بزاوية ما منلاحظ انه عمل زاوية بس بيضلنوه مع المستوى الأفقي هلا في حال المقذوفات بنحلل المركبة الأفقية للسرعة الابتدائية باستخدام ايش لستخدام؟ طبعا اخدناها احنا اللي هي المستوى الأفقي V ضرب كوسين ثيتا اللي هي السرعة ضرب جتة الزاوية بكون انا معطيك السرعة ومعطيك الزاوية بدك تضرب السرعة بجتا الزاوية أما المركبة الرئاسية بنستخدام vy تساوي v sin θ إذن المركبة الأفقية بنستخدام لها vx تساوي v cos θ أما المركبة الرئاسية طبعاً هاي المركبة بتتحلل عندي خاصة وفي عندي زاوية يعني هون رح تكون عندي vx وهون رح تكون عندي vy كمان مرة vx على المستوى السيني والvy على المستوى الصادي الx دائماً بتأخذ الcos والy دائماً بتأخذ السين الx بنسميها مركبة أفقية والy مركبة رئاسية أو عمودية هلا رح نأخذ شوية المسميات اللي رح ندخل فيها في القوانين يرمز إلى أقصى ارتفاع بالمقذوفات بالرمز h يعني طبعاً إحنا طبقناه في معادلات السقوط الحر كلها نسمي دائماً h طبعاً هون عندي أقصى ارتفاع إذن أقصى ارتفاع نرمز له بالرمز h طب إذا طلبت منك بديك تطلع إياها أقصى ارتفاع شو نستخدم القانون نستخدم القانون اللي هي من معادلات السقوط الحر v2 تربيع تساوي v1 تربيع ناقص 2 جيئة اللي هي السرعة الثانية تربيع السرعة الابتدائية تربيع ناقص 2 تسارع السقوط الحر اللي قيمته السابت السابت 10 ضرب مين h اللي هي مين اللي أنا بدي أطلحها اللي هي أقصى ارتفاع أرجع أعيد سريع المقذوفات هي حركة الجسم في مجال الجاذبية الأرضية عندما يقضى في الجسم بسرعة ابتدائية بزاوية ما مع مع أي مستوى المستوى الأفقي في هاي الحالة بادر أنا إيش أعمال أحلله إلى مركبتين مركبة أفقية ومركبة عامودية المركبة الأفقية رح أستخدمي لها vx تساوي vcosθ المركبة الرأسية أو العامودية vy تساوي vsinθ الcosn مع الx والsin مع الy هلأ أقصى ارتفاع بالمقذوفات اللي هون عندي بنرمز له بالرمز h كي بدي أطول أقصى ارتفاع عن طريق استخدام القانون v2 تربيع تساوي v1 تربيع ناقص 2 جي h هلأ في عندي زمن التحليق هو الزمن الكلي لحركة 열�بب Mats يساوي مجموع زمني الصعود والهبوط يعني هذه في عندي هون الجسم مثل رميته أمeh sap شو يعني زمن التحليق زمن الكلي الحركة المقذوف اللي أنا بدي أعمله في الهواء طبعا بدي يمشي عندي رأسي بيرجع نفس المستوى طب شو بيساوي زمن التحليق مجموع زمني الصعود والهبوط يعني نجمع الصعود مع الهبوط بيكون كامل اسمه زمن التحليق المقذوفات في الهواء ويساوي مجموع زمني الصعود والهبوط يعني هاي في عندي هون الجسم مثلا رميته شو يعني زمن التحليق زمن الكلي لحركة المقذوف اللي أنا بدي أعمله في الهواء طبعا بدي يمشي عندي رأسي بيرجع نفس المستوى طب شو بيساوي زمن التحليق مجموع زمني الصعود والهبوط يعني نجمع الصعود مع الهبوط بيكون كامل اسمه زمن التحليق إذا زمن التحليق هو زمن الكلي لحركة المقذوفات في الهواء ويساوي مجموع زمني الصعود والهبوط كمان مرش يعني زمن التحليق والزمني الكلي لحركة اي مقذوف في الهواء ويساوي مجموع زمني الصعود والهبوط شو بنرمز له بنرمز له بالرمز T هو عبارة عن ايش هو عبارة عن 2T طبعا هاي هي زمن زمن الصعود بنقدر نحكيها تنين ضرب T لانه يا عاشر زمن الصعود وزمن الهبوط نفس الاشي بدي يكون فعشان هيك نضربها بالتنين هاي اللي اتنين ليش ضربناها فيها لانه هسا حكيت لكم مجموع زمني الصعود والهبوط بدالها بضرب انا في اتنين التنين T يعني هادا T عايش بترموها زمن الصعود والT كابتال اللي هي زمن التحليق اذا شو قانوني لزمن التحليق تساوي 2TH اللي هي زمن الصعود او زمن الهبوط نفسها لانه نضربها بالتنين بدال من نجمع مرة صعود زائد الهبوط نضربها باثنين لأنه تساوي مجموحة إذا ما معنى زمن التحليق؟ هو الزمن الكلي لحركة المقذوفات في الهواء ويساوي مجموع زمني الصعود اللي هي صعود المقذوفة والهبوط آخر إشي في عندي المدى الأفقي ما يعني كلمة مدى؟ أكبر إزاحة أفقية يصنعها المقذوف من نقطة انطلاقها لأن يعود إلى مستوى الإطلاق المدى الأفقي هو هاي أديش الإزاحة اللي بين من مستوى ما طلي عندي المقذوف لو وصل هاته المدى الأفقي؟ ننقارن بين كلمة المدى يعني المساحة الزمن هو الزمن الكلي لحركة المقذوفات اللي بتساوي مجموع زمني الصعود والهبوط أما لهذا زمن التحليق أما أنا لما أحكي عن المدى الأفقي هي أكبر إزاحة هاي الإزاحة طبعا اللي بيصنعها المقذوف من زمن انطلاقه لرجوعه إلى المستوى الأفقي قانون طبعا أهم شي بدك تعرف أنه يرمز المدى الأفقي بـ R كابتل شو القانون تبعه؟ T ضرب نحط هنا ضرب V dot cosine theta V dot اللي هي السرعة الابتدائية هاي رحط لكم إياها معناها برضو V dot اللي هي السرعة الابتدائية T اللي هي زمن الانطلاق ضرب V dot السرعة الابتدائية في كوسين الزاوية أنا أبعطيك إياها هاي القانون بطلع مين؟ بطلع منه R اللي هو مين R؟ المدى الأفقي إذن شو معنى المدى الأفقي؟ أكبر إزاحة أفقية يصنعها المقذوف من نقطة انطلاقه هاي نقطة انطلاقه إلى أن يعود إلى نفس المستوى هاي الإزاحة كاملة بنسميها المدى الأفقي المدى هي الإزاحة أكبر إزاحة أما يا عاشر زمن التحليق والزمن الكل لحركة المقذوفات شو قانونه؟ T تساوي 2 أنا بكون مثلا بدي أطلع زمن الصعود و بدي أطلع رمز التحليق بضرب بس باتنين بقول أنا كأني جمعت زمن الصعود مع زمن الحبوط هلأ المرة الجاية إن شاء الله رح نحل مثال على هاي القوانين كاملة بس اليوم بنا نكتب هاي القوانين ونحفظها من يحية عاشر على الدفتر وبرضو إن شاء الله رح نشرحها بحست الزوم وياريت يا عاشر إنه تابعوا بالقوانين هاي حتى ما نتخربط لقدام بينه وبالقوانين الثاني حفظها من هلأ يعني ويعطيكم ألف عافية